بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود راجح. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على اه اساسيات ادخال احمال الزلازل. طبقا ليه الكود الامريكي الجديد اللي هو اسسي سبعة ستاشر. ده اخر اصدار من كود الامريكي نزل. تمام? طيب. اه احنا هنتكلم باختصار على ازاي عملية الزلازل بتتم تبقا ليه الكود الامريكي. وبعد كده ان شاء الله في المرات اللي جاية هنبدأ بقى ندخل احمال الزلازل ونعمل وندخل في مرحلة. طيب اه طبعا انا هكون حاطت مع المحاضرة دي الكود بتاع الزلازل وحاطت برضو اللي احنا بنشرح منه دلوقتي بحيث ان حضرتك تقدر تشتغل عليه من غير ما يكون عندك اه اي مشاكل بازن الله. اه او مراحل تبقا للكود الامريكي. مراحل الزلازل او اناليس بتاع الزلازل تبقا للكود الامريكي. ملخصها كلها يا مش مهندس هتلاقيه موجود في الصفحة اللي قدام حضرتك دي. اللي هو شوية معاملات وشوية زيها زي اي آآ كود موجود عندنا في سواء كود مصري كود سوري آآ امريكي كود هندي. اخوات كلها ازا لازل ديت عبارة عن شوية او معاملات دي في ابس الصورة خالص. فاكتور او او معاملات بندخلها عشان نقدر ندخل ان نحول دي الى قوة للزلزال تأثر على المبنى. تمام كده? طيب. فاول حاجة انه لازم يكون هنا تبقا للكود امريكي لازم يكون عندك حاجة اسمها اللي هو الخرائط بتاعتك. الخرائط بتاعتك بتبدأ تطلع منها ايه بقى هو دوات? اقول لك ده ده اللي هو بيسموها تمام? طيب. انت دلوقتي عندك دخلت على الخريطة جبت القيمة اس اس والاس وان. تمام? طبعا وفي بعض الاكواد بتلاقي انه هو بيريحك انه بدل ما يدي لك خريطة بيدي لك جدول يكون محطوط فيه على طول اس اس واس وان. زي مسلا لو انت بتتكلم على آآ الكود السوري كان بيجيب لك البلد والاس اس والاس وان بتاعتها. او انت بتتكلم على آآ الكود العراقي. الكود العراقي برضو فيه خرايط. وي برضو فيه جدول كده كان ملخص لموضوع الاس اس والاس وان. وبرضو لو انت بتتكلم على الكود السعودي. الكود السعودي فيه برضو خرايط. تمام? طيب. آآ كان موجود برضو ملخص فيه بحيس ان انت تقدر على طول تدخل تشوف البلد بتاعتك وتشوف المدينة اللي انت موجود فيها تجيب منها قيمة والس ولكن كل دي الاساس فيها انه ده حضرتك تحصل عليه في ضمن تقرير التربة ضمن تقرير الايه التربة تمام كده طيب باي طريقة ان كانت احنا بقى اصبح موجود معانا خريطة او موجود معانا اللوكيشن ده شفناه على الخريطة طلعنا من الخريطة والاس اس والاس وان طيب دي انت كده ما خدتش معاك في الاعتبار او تأسير التربة بتاعتك فعلشان تاخد معاك تأسير التربة بيبقى فيها عندك بيبقى فيها عندك يا بش مهندس معاملين اللي هو الاف اي والاف في طبعا انا برضو هنشرح لك كل دوت زي تطلعه من الكود فلا تقلق يعني عندك الاف اي والاف في ده معاملات انت بتاخدها علشان خاطر اللي هو بيسموها السايت كوفيشن علشان خاطر تقدر من خلالها يا بش مهندس اه تضرابها في والاس وان فتجيب حاجة اسمها اللي هو ايها اسمها اللي هو الاس ام تمام اللي هو معاك الاخدت معاك في الاعتبار. فاصبح انو اس ام اس بتساوي الاف ايه في والاس ام وان هو الاي ف اي في الاس ام تمام آآ بعد ما كيبت موديفايد انت أريد دلوقتي اتجيب يل دزاين بقى الا او العجلة الزلزالية اللي انت هتصمم عليها 32차 لك ان العجلة الزلزالية اللي انت بتسمع عليها هي تلتين العجلة الموديفاية. يبقى تلتين في الاس ام اس وتلتين في الاس ام وان. تمام? طيب وبالتالي برضه هنا ملخص برضه هو بيقول لك ايه لو انت عندك هنا والامبورتنس فاكتور. اللي هو تصنيف المبنى بتاعك. تصنيف المبنى بتاعك والامبورتنس فاكتور ومعامل الاعمال هو اي. وموجود عندك السيزميك او وعندك السايت كلاس. السايت كلاس عندك من من ايه لحد الاف اللي بتاعب ما اسمينها اي بي سي دي اي اف. تمام? وبعد كده عندك السايت كوفيشنت. من الكلام ده كله تقدر تجيب الاس ام اس والاس ام وان وبناء عليه تجيب الديزاين فالش الاس دي اس والاس دي وان وبعد كده السيزميك ديزاين كاتيجور. طيب. اهلا بقى. نوضح كده بسلوب تاني. هنا انا عندي وعندي جبت هنا منه اللي هو آآ عندي كمان جبت الاس اس والاس وان اس ام واس ام وان وجبنا اس دي اس من من الامبورتنس فاكتور والاس دي اس والاس دي وان جبنا اس دي سي اللي هو الاوكوبانسي كاتيجوري. طيب. اقدي هنا بش مهندس الخريطة اهو زي ما انت شايف. فقال لك خد بالك طبعا دي خريطة من الكود الامريكي. فقال لك خد بالك انه ما هيش ما هيش او هي يعني غير منتظمة. يعني ما حدث مثلا لك هناخد المسافتين دول ونقسم على مش عارف اين راح مطلعين المسافة في نص المائي اللي هي مش موجودة. لا ما فيش الكلام ده. تاني حاجة انها يعني هي الرقم اللي موجود على الخريطة هو نسبة في الجي. نسبة في الجي يعني ايه? مسلا لو انت جيبت الرقم اللي موجود على الخريطة مسلا وان بوينتو مسلا وليقل وبالتالي لما تيجي تدخلها على الاتاب ستقسم عالمية عشان عشان هو نسبة ما قويه. تمام كده? طيب. على بقى نتكلم بتفصيل اكتر عن شوية الرموز اللي احنا قمناها في البداية. اول حاجة ان انا عرفت ان انا عند ان انا عارف مسلا وليكن المبنى بتاعي ده هيتبني في جدة مسلا. اللي هو ايه? اللي هو كود سعودي اللي هو نفس الكود الامريكي. او مسلا لو حصياتك موجود مسلا في العراق وليكن الكود ده او المدينة دي موجودة في اربيل. وليكن. انت عرفت اللوكيشن فتدخل على الخريطة. حلو? تجيب حاجة اسمها اس اس واس وان. ايه بقى اس اس وايه اس وان دوت? اس اس ده اللي هو خمسة في المية ده اللي هو مين باختصار كده? ده هوت فين? عند الشورت بريد اللي هوت سكند. اللي هوت اين من عشرة سنية. والاس وان ده برضو هو بس عند مين? عند وان سكند. امام? واحنا عندنا بناخد دايما زمنين. وان. وان سكند. امام كده? طيب. عندك السويل كوفيشنت. السويل افكت بقى السويل افكت ده اللي عندنا اللي هو مين اللي هو سايد كوفيشنت اف ايه واف في. ده هنا اجيب لك هنا صورة هوت من الكود السوري. فقال لك ادي هنا مسلا وليكن دمشق موجودة عند خط طول كزا وخط عارضي كزا فقيمة اس وان وقيمة اس اس بكزا اهو ايه ده من ضمن مسلا ده من الاكواد اللي هو حمدي لك المدينة ومن المدينة مدي لك رقم اس اس واس وان على طول. دي برضو صورة من الكود السعودي وقلنا انه الارقام الموجودة على الصورة هي نسبة مئوية. انا مسلا نوليكم اتنين في المية وبالتالي عشان تتديها رقم مطلق يدخل على الاتاب هتقسم عالمية. وده اللي انا كاتب هنا عندك بالاصفر اهو. قالك انه يتم قسمة الارقام المستخرجة من الخريطة عالمية قبل ادخالها الى الاتابس لان ارقام الخريطة هي نسبة مئوية. ويتم وضعها في الاتابس ققيمة مطلقة. اهو. بص كده اهو. قالك هنا ان اس اس ده ايه? هي نسبة في الشي. ادي برضو ده صورة تانية من الكود السعودي بس في مين في اس وان. طبعا انا مش جاب رح تدخل خرائط كلها انا جايب سامبل بس. اه لو انت عاوز تجيب الاس اس والاس وان وتراح نفسك ما تدخلش في خرائط اللي موجودة في الكود. فده موقع بتقدر تدخل من عليه تجيب قيمة الاس اس والاس وان. بس لحد فترة اه قريبة كان الموقع ده بتدخل تجيب منه المعلومات فري. دلوقتي لازم تدخل تدفع فلوس طبعا علشان خاطر تغيب معلومة الاس اس والاس وان. طيب وجادير بالذكر طبعا انه لو انت حضرتك شغال بالكود سبعة عشرة. هتلاقي قيمة الاس اس والاس وان اختلفت عن الكود اللي انت شغال فيه في مين باي باي اس اس سبعة ستاشر. تمام? طبعا قيم الاس اس والاس وان اختلفت من سبعة عشرة سبعة ستاشر. خد بالك من حاجة زي كده. طيب تعالى بقى احنا دلوقتي عملين نتكلم عاوزين نجيب بقى مين? اهو اول خالص عندنا. طبعا ده لو فتحت الكود الامريكي هتلاقي ان انا هكتب لك هنا رقم الصفحة اللي فعل كود. روح كاتب كده متين تسعة وخمسين خلاص. طيب انت وصلت للكود او للجدول مباشرة. تمام? طيب طبعا احنا عندنا هنا عندك اي بي سي دي اي اف. تمام? فالاي ده اللي هو الروك? هارد روك كمان? اللي هو اقوى تربة صخرية. بعد كده البي ده روك. بعد كده ده ده اللي هو الدي هو اللي هو اي صوفت كلاي? اي صوفت كلاي و اف ده اللي هو سور ريكوارد سايت ريسبونس انا لا لا اف ده لا يبقى انت لازم بتاع ايه تخلش انت دام انا ننسي بقى مع نفسك. امام? طيب. تبقى ده تقسيم ايه السايت كلاسز اا اللي هي متاح او السايت كلاسفكيشن. طبعا انت لازم تبقى عارف نوع التربة بتاعك ايه? امام? طيب هنا ده جدول ملخص كده. قلنا انه ده كل ما تنزل لتحت هيكون سوفتر يعني التربة ده اسوأ يبدأ اقوى التربة اللي هو الايه الاف ده اسوء التربة. الدفولت لو انت ما عندكش معلومة انك تاخد الدي كالسايل كسايت كلاس لو انت ما عندكش معلومة المعلومة دي كانت في سبعة عشرة. يعني يعني اسكي لقط 구د اللي قبل الاشن شغالين فيه ده اللي هو لحد اه فترة قسيرة كان بيقول لو انت ما عندكش معلومة عن التربة اتعامل على ان التربة دي واشتغل. في الكود الجديد ستاشر قال لك لأ. المعلومة دي مش موجودة. لازم انت تبقى عارف او معلومة ان انت تخد ده الديفولت لأ. دي ما بقاش الديفولت. لازم انت تدور تشوف الموقع بتاعك. بسعته ايه? وتشتغل عليه. ما فيش حاجة اسمها ديفولت. طيب. نتكلم على الاسم اس والاسم وان اللي هو طبعا احنا قلنا ان انا عشان اجيب المودفايد لازم اضرب الاسم اس في الاف ايه لازم اضرب الاف ايه في الاس اس عشان اجيب الاسم اس. واضرب الاف في في الاس وان عشان اجيب اس اس ام وان اس ام وان. تمام? طيب وبالتالي طبعا تقدر منين تجيب قيمة الاف ايه والاف في الموضوع برضو عبارة عن جداول وموجود في الكود الامريكي صفحة مية تسعة وتلاتين. مية تسعة وتلاتين هتلاقي ده شورت بريود شورت بريود سايت كوفيشانت ايه اللي هو شورت بريود سايت سايت كوفيشانت. تيجي تشوف قيمة الاس اس بتاعتك هنا كام? تمام? وبناء عليه والسويل بتاعتك كام? ما احنا قلنا مسلا وليكن اس اس والسويل مسلا بتاعتك وليكن سي. ما اروح جاي واخد الاس اس انزل مع السي ابو سلاقي بقيمة الاف ايه عندي هنا بكام? وهكزا افرد مسلا انها بوينت سيبن فايف. وتنزل هنا تشوف دي بكام? وتمشي بالسايت كوفيشانتك تشوف هنا بكام? وتجيب هنا منها قيمة الاف ايه. وهكزا في قيمة الاف في. برضو تدخل تشوف قيمة الاس وان بتاعتك بكام? والسايت كلاس بتاعك بكام وتمشي تقاطع ما بينهم بتجيب قيمة الاف في. جبت قيمة الاف ايه وجبت قيمة الاف في. يبقى تقدر انت دلوقتي تجيب قيمة الاس ام اس. تمام? ليه? لانه الاس ام اس هو اف ايه في الاس اس. والاس ام وان هي اف في 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 اس وان. طيب تجيب بقى الاس بقى اللي هو الاس دي اس بسهو تلتين في الاس ام اس والاس دي وان ثاني. الاس دي اس تلتين في في الاس ام اس والاس دي وان تلتين في الاس ام وان. تمام كده? ايه بقى هو الاس دي اس؟ الاق حس always here in the design الراس بكترم الراس بارامتر وان عاد شورت باريو. اس دي وان تمام? وقال لك ان هو بيستخدمه في ان احنا نعرف وده سيزميك ديزين كاتيجوري ده هنعرف عميته طبعا في المرحلة المتقدمة. تمام? وده ملخص للي احنا قلناه. تمام? طيب ادي هنا ده مش مهندس. الدزاين رسبونس سبيكتروم. الدزاين رسبونس سبيكتروم. فقال لك ان انا عندي هنا مقسمين الدزاين رسبونس سبيكتروم دوت الى آآ كزا منطقة. اللي هو والتي اس وال والتي لونج. تمام? وكل واحدة من دول بيكون ليها قيم. انا مش عاوز حضرتك تنشغل بالمواضيع دي اكتر من ان انت تركز بس ازاي انت تقدر تدخلها على التابس. ان التابس بيحسب الكلام ده كله اوتوماتيك ومش بيحتاج من سيادتك اي ايه اي يتدخل. تمام? آآ كده فضلنا آآ حاجة اخيرة. بس هو اللي محتاج حضرتك تعرفها. اللي كنت تكلمنا عليها في بداية المحاضرة وهي الاكوبانسي كاتيجوري. او اللي هو معامل تشغيلية المبنى. المبنى بتاعك ده آآ عبارة عن ايه? يعني هل المبنى بتاعك ده عبارة عن مستشفى? هل هو عبارة عن آآ قاية مؤتمرات? هل هو عبارة عن مبنى اداري? لا ده هو مبنى صناعي? لا ده هو والله اذا احنا بنتكلم على عادي خالص او مبنى ساكني. تمام? لان كل حاجة من دول بيبقى لها كاتيجوري او اللي هو كاتيجوري. فمسلا هنا بقول لك انه بيبقى اه اتنين. آآ تلاتة ده اللي هو مسلا ايه? اهو ده آآ آآ ده بقى لك ده من فعش يعني اه? احنا محتاجين وله هو مسلا هنا حتى بيدي لك شوية آآ مسيلة. نوت اه آآ الكاتيجوري آآ اربعة. تمام? اه هنا فاربعة بتاعتك. طيب بص بقى في جدول تاني مختصر جدا او او قبل الجدول المختصر انت هنا بتعرف المبنى بتاعك انه كاتيجوري وبنان على الكاتيجوري بتاعتك تقدر تعرف بتاعك بقى اللي هو الاي واحد ولا واحد وربع ولا واحد ونص. بص هنا ده الجدول ده هو اللي بيلخص لك الجدولين اللي فاتوا. اللي هو الجدول ده والجدول ده. الجدول اللي قدام حضرتك ده قال لك هو. لو انت عندك ماينور ستوريج وآآ اجريكالتشور اللي هو مسلا لو عندك غرفة حارس ولا كده ده بتاعتها واحد. الامبورتنس فاكتور بواحد. لو انت عندك مبنى عادي ده بتاعتها اتنين والامبورتنس فاكتور بتاعها واحد. طيب. آآ هازارد اه له عنده خطر آآ على حياة البشرية لو هو وقع زي المدارس مثلا البابليك الباور جينيريشن الووتر تريتمينت فاسيليتز الكلام ده كله. قال لك ده تلاتة الامبورتنس فاكتور بتاعها واحد وربع. تمام? زي مين? زي المستشفيات. المطافي. آآ اقسام البوليس. الطواري. الكلام ده كل اربعة. الامبورتنس فاكتور بتاعها واحد ونص. طبعا احنا المبنى بتاعنا هو مبنى نورمال بيلدنج. مبنى عادي جدا وبنتالي بقى الامبورتنس فاكتور بتاعه واحد. تمام? وبرده زي ما قلت لك بيبقى مكتوب جنب هنا الصفحة اللي انت هتلاقيها موجودة عندك في الكود عشان لو حضرتك عابب تدخل تشوف الكود. كده احنا خلصنا آآ موضوع الزلازل باختصار والمرة اللي جاية بازن الله نبدأ بقى نعمل لها على آآ على الاتابس. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفادتم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.